طيب نروح بقى للفينيرز اللي هي بقيت موضة وكلو بيعملها من غير ما يفكر كده عايزة من حضرتك يعني الخريطة الصح انه مين اللي مفروض تعملها وازدي تتعمل وهل مثلا كل واحد بيليق معلوم معين عايزين نتكلم عن الفينيرز اكتر شوية طيب الفينيرز هي حل جميل جدا وسريع للتجميل تمام اللي في منها طبعا كزا نوع من الفينيرز الفينيرز مش مش مجرد ان هي حاجة واحدة بس بتتعمل احنا ممكن نعمل الفينيرز بحشوات تجميلية تمام وده بيحصل كتير وممكن نعمل الفينيرز بتركيبات السيراميك اللي هي اللي الناس كلها بتشوفها عادي اللي هي تركيبات بتكون بألوان محددة بتتحط ترص على السنة تمام طيب موضوعي الألوان ده دايما انا بميل ان احنا نسق اللون مع درجة البشرة بتاعة كل شخص مهمة دي قوي طيب عشان برضو يبقى فيه تناسق في الموضوع تمام لان اللون لو مش مناسب هيباين ان هي حاجة ارتفيشيال واحنا في الاول وفي الاخر انا عايز لما ادحك حسن بقى سنعية ومش طبيعية خالص انا عايز لما ادحك يباين ان هي انا دحكتها طبيعية دحكتها مفيش فيها اي مشكلة ودي الشطارة فحيح دي الشطارة ودي السر في جمال الداحكة اصلا اه تمام الوضع بتاعها بيكون موضوع بسيط جدا ان هو بنبرد اجزاء من السنة برض خفيف خالص يعني هنا مثلا ده شكل الفينيرز اللي بتركى بعد سنة بالزبط اه لو حارتك هتلاحزي هتلاقي الاسنان حجمها متصغر بدرجة طفيفة جدا 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 عشان بس سمك الفينير اللي بيكون يعني سمك خفيف قوي ما يتعداش النص ملي تمام وبعد كده بنركب الفينيرز عليه تمام وبعد كده الشخص بيمارس حياته بشكل طبيعي عادي خالص بفيش فيه اي مشاكل خلينا بقى نشوف الحالة دي حارتك عملت فيها ايه الحالة دي هتجي اي حالة ايوة ده هنا مفيش اسنان خالص لا مفيش اسنان خالص مريض حضر عندنا العيادة طبعا بعد الانفستيجيشنز الكاملة بتاعته دي حالة فول ماوس ريهاب اللي هو قاعد التأهيل للفكين العلوي الصفلي تمام عملنا الاشعات وعملنا التحيل بتاعتنا وقسنا فيتامين دي ويش حاجة مهمة جدا ان ناخد بالنا منها ناخد نسبة فيتامين دي موجود عند كل مريض ايه قبل ما نبتدي عملية الزراعة تمام ابتدينا ان احنا عملنا له زراعات في الفك العلوي والفك السفلي تمام وزعناهم على الفكين تمام فاماكن محددة احنا بنحددها بنستخدم فيها حاجة اسمها السيرجيكال جايد اللي هو اللي ظاهر في الصورة ده اللي هو من خلاله بتتم العملية ان انا باخد الاكسس اللي انا هدخل فيه المكان الزراعات بالزوايا بتاعتها بعد كده المريض ده بيقعد فترة من الزمن العظم بيلتقن فيها حوالين الزراعات دي وخلال وقت ده هو بيكون ماشي بتركيبة مؤقتة الاماكن اللي هي باللون الابيض دي دي الاماكن اللي متغطي اللي موجود تحتها الزراعات تمام بنبتدي بعد كده نركب له بقى الجزء وتحت هنا الشكل متركب بقى تحت هنا ده بعد التركيب فوق الوصف تمام هوري حرورة حاليا الوضع في النهائي هيكون عامل ازاي ده شكل التركيبة بتاعت الفك العلوي تمام بتتركب في الزراعات وبتتربط فيها بسكروس موجودة بتركب جوه المكان المخصص لها تمام وبعد كده بقى يجينا للشكل النهائي للحالة كويس جدا يا سبحان الله ده الحياة بتختلف life change اوه حقيقي يعني انا زمان فاكرة ان الناس اللي هاي مكانش بيقى عندها أسنين زمان بقى يعني من سنين كان بيركبوا الطاقم فقد ايه الحكاية دي كانت مأساوية ويحطوا بقى الطاقم في الكوباية قبل ما ينام وقصص مشكلة الطاقم دايما ان هو في الاول وفي الاخر حاجة متحركة فمش مريحة بالشكل الكافي وبتحتاج مجهود كبير في العناية بيها على عكس مثلا ان انا استخدم حاجة سبتة والحياة بقى فيها ثقة وحيوية وكل حاجة بشكل احلى كفانكشن يعني اكسر دقة واقدر اكل عليها بشكل مريح اكتر والفكرة بس ان انا محتاج اخد العناية الكافية بيها انا كمريض اعرف ازاي اتعامل معها اعرف ازاي اتعامل معها اعرف ازاي اخد العناية الكافية بأسناني وبالتركيبات اللي انا عملتها في الفكين العلو والسفلي بحيث ان هي تعيش معايا اكتر فترة ممكنة هيل لازم يكون اسفلاتي جاية لازم يكون فيه تشيك اوب كل ست شهور مع حالات الزراعة بالذات مفهول ان دكتلوا على المرضى كلهم لازم يكون فيه تشيك اوب كل ست شهور لان انا كطبيب لازم ان انا اتابع المريض بتاعي انا بنتابع المرضى بتاعنا باستمرار او عموما اصلا اي حد لازم يجي كل ست شهور عيادة الاسنائي اي حد وبالذات مريض احنا ما بنروحش غلابا نبقى موجوعين او دي يعني دي ثقافة يعني هي ابتدت تتغير فعلا ابتدت تتغير بالفعل والموضوع ده احنا بنلمسه مع المرضى بتاعنا كتير جدا خوصة ان فيه ثقافة بنا وبين المرضى اللي بيتعملوا معنا خلينا نشوف البيتش بتاع تحضرتك دي بيتش الفيسبوك بتاعك ده عشان كل الناس بقى من هاشتاج لدي تدخلوا وتعملوا فالو وتابعوا دكتور امين وتقدروا بقى تروحوا تسألوا بنفسكوا على كل حاجة او تسألوا على البيتش وده الانستجرام ده لانك الانستجرام بتاع البيتش الخاص بالشغل بتاعك كويس جدا دكتور حقيب اشكرك واستفدت جدا بالمعلومات اللي قلتها ويعني شجعتني على افكار كتير والله والله يعني ياهو ان شاء الله من سي قوي ان شاء الله تجلنا تاني بقى ان شاء الله بإذن الله وتشرفت جدا ان اخدت واهرتك اننا عارض